شيخ حفظكم الله معرض حديثنا عن الوهن هل هو يكون في الجسم أو في التنفس في النفس يكون الوهن في الجسم من جميع أنواعه ويكون أيضا الوهن في النفس والوساوس والهموم والأحزان يصبح الإنسان يتشكك في كل شيء أمامه ومن كل شخص يلاقيه أو يجلس معه فيسلط عليه الله الأوهام والأمراض النفسية بسبب أنه لجأ إلى هذه الأمور فأثرت فيه وأما لو توكل على الله وعلق الأمر بالله واعتقد أنه لا يأتي بالخير إلا الله ولا يدفع الشر إلا الله فإنه بذلك أولا أن الله يعافيه من هذه الأشياء وثانيا أنه يصبح في راحة وفي استراحة لأنه متوكل على الله يقرأ قوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وهو مولانا فالواجب على المسلم أن يعول على الله جل وعلا وأن لا يتخذ من الأسباب إلا ما جعله الله سببا مع التوكل على الله سبحانه وتعالى وأما ما لم يجعله الله سببا أنه يبتعد عنه ولو أنه وجد فيه نفعا أو ذكر له أنه ينفع فإنه لا يصدق ذلك بل يعتبر هذا من باب الاستدراج فإن المشركين وعباد القبور قد تقضى حاجاتهم وتحصل لهم مطلوباتهم ابتلاء وامتحان واستدراج من الله سبحانه وتعالى فليس حصول المطلوب دليلا على جواز الشيء إنما الدليل من الكتاب والسنة أحسن الله إليكم